اشتركوا في القناة يعني رح يعطينا تابع عدده ممثل بخطه البيانة الخط البيانة يمثل هذا التابع لا نعلم قاعدة الربط ورح يطلب منا حل معادلات ومتراجهات طبعا المعادلات اللي احنا رح نحلها هي fx يساوي a أو p مثلا fx يساوي عدد كيف أحل هذه المعادلة بيانيا؟ وكيف أحل المتراجحة fx أصغر تماما من p أو أصغر أو تساوي أو أكبر تماما أو أكبر أو يساوي رح نستعرض هذه الفقرة من خلال المثال التالي أقول في هذا المثال ليكون لدي c الخط البياني للتابع المعرف على المجال من ناقص 4 المغلق لـ 3 المغلق عند إذن أوجد من خلال الرسم الحل البياني للمعادلة fx يساوي 3 2 الحل البياني للمتراجحة fx أصغر تماما من 3 انظر إلى الخط البياني للتابع العدد انظر هذا الخط البياني للتابع العدد مجموعة التعريف من ناقص 4 حتى 3 لماذا أنا عم بأخذ مجموعة التعريف من ناقص 4 إلى 3 انظر قبل الناقص 4 ما في خط يعني ما في تعريف بعد 3 ما في خط يعني ما في تعريف مجموعة التعريف من ناقص 4 حتى 3 الـ x هون صغيرة والـ fx هون صغيرة دائما fx هي y أو الـ y هي fx يريد مني أن أحل المعادلة fx يساوي 3 يعني y يساوي 3 ما هو الحل البياني للمعادلة y يساوي 3 فكرة الحل نحن فكرة الحل انتبهوا لي جميعا هو أن أرسم المستقيم الأفقي دلتا نقطين y يساوي 3 مو fx دائما y لنرسم المستقيم الأفقي دلتا نقطين y يساوي 3 كما ترون جميعا انظر هذا المستقيم الأفقي دلتا نقطين y يساوي 3 رح يقطع الخط البياني في هذه النقطة وفي هذه النقطة وفي هذه النقطة هذا المستقيم قطع الخط البياني طلاب في ثلاث نقاط هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة بكون حصلت على 2 فتكون حلول المعادلة هنو الناقص 4 والتنين والناقص 2 والتنين يعني لإيجاد الحل البياني للمعادلة fx يساوي p او fx يساوي 3 ارسم المستقيم الأفقي دلتا نقطين y يساوي 3 فيقطع الخط في نقطة او اكثر فواصل نقاط تقاطع المستقيم مع الخط هي حلول المعادلة اذا اقول الحل لإيجاد الحل البياني للمعادلة fx يساوي 3 الحكي رح ارجع عيده ماذا افعل ارسم المستقيم الأفقي دلتا نقطين ويساوي 3 فيقطع الخط البياني في ثلاث نقاط فواصلها هنو الناقص 4 والناقص 2 والتنين فواصل نقاط التقاطع هي حلول المعادلة fx يساوي 3 حلول المعادلة fx يساوي p هي فواصل نقاط تقاطع المستقيم دلتا نقطين ويساوي p مع الخط البياني للتابع الطلب الثاني الحل البياني للمتراجحة fx أصغر من 3 يعني أريد الـ x أريد x التي صورها أصغر من 3 بدل ويساوي ويساوي المعادلة 3 لذلك أقول الحلول البياني للمتراجحة fx أصغر تماما من 3 هي قيم المتحول x التي صورها أقل تماما من 3 وعليه من خلال الشكل البياني أرى أن الحلول هي نقاط المجال من ناقص 4 حتى 2 المفتوح اجتماع من 2 المفتوح للتلات طبعا طلاب نحن أخذنا المجال المفتوح لأن الإشارة أصغر تماما إذن الحلول البياني للمتراجحة fx أصغر تماما من 3 هي قيم المتحول x التي صورها أقل تماما من 3 ألا وهي من ناقص 4 حتى ناقص 2 مفتوح اجتماع من 2 المفتوح لل 3 المفتوح هذا طلابنا ما يتعلق بحل معاذلات ومتراجحات بيانية